أم أحمد زوجها متوفة من ست سنوات وهي عندها دلوقتي حاجة وخمسين سنة وبتقول أنا في وقت ما اعتديت يعني وقت العدة قريب لها قال لها أنت تقدر تروحي تعملي المشاوير الصبح وترجعي تزور أختها تحضر حاجة وترجع ده سليم جدا اللي أفتاكي بي اللي قال لك لا ده ما ينفعشي لا قولي له ما تقولونه لا يقبله العقل ولا يمكن أن يتطابق مع الواقع الحياتي للمرأة يعني أنا النهاردة فيه امرأة متوفة عنها زوجها هحبسها في البيت يعني مش المطلوب الحبس ما احنا نفهم احنا بنلتزم وقالوا سمعنا وقطعنا بس الشرع لأنه متسق مع العقل لأنه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى هذه المرأة اللي هي في عدة الوفاء محتاجة تروح تشتري طلبات محتاجة تروح شغلها كل يوم بنقول لها أنت في حداد في مظهرك وتصرفاتك وا 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 وفي نفس سوق تروحي تقضي حاجاتك تروحي شغلك وترجعي أنت بس هتباتي في بيتك يعني ده كلام كده مقبول أنه الناس تعملوا فالشرع لا يكلف الإنسان ما لا يمكن أنه يكون في طاقاته إنما يكلفه ما في طاقته يعني الأمور كده بنفهم الأحكام الشرعية والحكم من وراءها قد رتقتنا على في اتساق مع العقل إنما مش بهذا فاللي أنت عملتين مظبوط وما أفتاكي به هذا القريب مظبوط الخروج مشروع للمعتدة من وفاء لقضاء حاجاتها مع ضرورة المبيت في المنزل وهذا ما يعني وجه إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم زوجات شهداء وحد الأبرار لما يروح للنبي وتكلمه معاه وإحنا بتبيته إحدانا عند أختها النبي قال لهم عودوا مع بعض زي ما أنتوا عايزين مو بالليل على أن تقوب كل واحدة إلى بيتها بالليل أبات في بيتي ده للمعتدة من وفاء